اشتركوا في القناة لانشطة احمد اليومية 27% من يومه في المدرسة و13% من يومه يقضيها لاداء واجباته و33% نوما و19% انشطة اخرى اما 8% انشطة لا منهجية السؤال يقول لك ما عدد الساعات التي يقضيها في النوم زيادة على عدد الساعات الاخرى اذا هذا السؤال من قسم الى قسمين من قسم الى النوم ومن قسم ايضا على عدد الساعات الاخرى وسنرى ذلك اذا التي يقضيها في النوم والتي يقضيها في الانشطة الاخرى التي يقضيها في النوم كما تلاحظون ثلاثة وثلاثون بالماء فاكتب هنا عدد الساعات التي يقضيها في النوم ثلاثة وثلاثين بالماء من كم اليوم كم ساعة لانه يتكلم عن الساعات كم أربع وعشرون ساعب ثلاثة وثلاثون بالمائة مباشرة عندنا نسب نحن نعرفها الربع خمسة وعشرين بالمئة هي ربع عشرون بالمئة هي خمس ثلاثة وثلاثون بالمئة هي ثلث ضرب أربعة وعشرين واحد في أربع وعشرين أربع وعشرين على ثلاثة ثمان ساعات طيب نأتي الآن على عدد الساعات التي يقضيها أحمد في الأنشطة الأخرى الأنشطة الأخرى هذه وهي تسعة عشرة بالمائة من 24 ساعة في اليوم تسعة 10 بالمائة تقريبا هي 20 بالمائة هذه تقريبا 20 بالمائة والعشرون بالمائة هي الخمس ولكي يسهل لنا قسمة 24 على 5 نقرب 24 على أنها 25 فواحد في 25 25 على 5 5 ساعات إذن الزيادة زيادة النوم ثمانية نقص الأنشطة الأخرى هي ثلاث ساعات وشكرا لإستماعكم ونراكم في مسائل جديدة أخرى ترجمة نانسي قنقر